أنا عندي سؤال دلوقتي اللي هو فيه إنسان على قدر كبير من الإيمان فيه بقى يعني أنا بسمع أن بيقولوا إن ربنا بيعلمهم من علمه فهل الكلام ده حقيقي؟ ولو هو ربنا يعلمهم من علمه إزاي إن إحنا نقدر نوصل للدرجة دي من الإيمان وكمان الناس دي هتكون عارفة بمعادل موت وكده وعمره كل واحد والحاجات دي ولا لأ؟ لا لا يعلم الغيبة إلا الله وفي غيب لا يعلمه لنبي مرسل ولا ملك مقرر في غيب يختص به الله سبحانه وتعالى فالرب رب والعبد عبد وهناك فارق بين المخلوق والخالق وعلمناه من لدن علمه اللي بعض الناس قالت إحنا شفناها في البشر اللي حوالينا ده عبارة عن نوع من أنواع الصفاء الذهني والنفسي والنقاء اللي بيصل إليه الإنسان فيكون أكثر شفافية فيقول عليه ده ربنا فاتح عليه يبقى شخص بسيط في شهاداته أو معلوماته أو كده إلى آخره لما فاهم الحقائق فاهم الأمور كما هي فده نعمة من عند الله أنه يفهم هذا الإنسان هذا الحال من عند الله كده يعني حاجة فيها توفيق كيف يصل الإنسان إلى هذا؟ لا هو ده واهب مش كسب مش كيف يصل إلى هذا هو لوحده كده شخص طيب وشخص مسلم لله ومتوكل على الله فربنا بيكرمه بتنوير البصيرة وبصيرته كده منكشفة بصيرة دي زي البصر لكن في القلب فالقلب يشوف أنه أيها الحق هنا أيها ده باطل والإثم ما حاك في القلب وخفته أن يطلع عليه الناس نور الدين نستهدي به في الطريق إلى الله إلى لقاء آخر أستودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة